نجاح البكالورية هذه السنة تنظيم هذا الاستحقاق الوطني وبنتائج مشرفة هو ليس نجاح فقط للقطاع التربية الوطنية بل هو نجاح للوطن ككل وبالتالي نهني أنفسنا ونهني الجميع بنجاح هذا الاستحقاق الذي تم تنظيمه في ظل وضعيات الطوارئ الصحية وكما تعلمون تم اتخاذ ما يكفي من تدابير والإجراءات الوقائية الصحية والحمد لله لم نسجل أي مشكل من هذا الجانب بكالورية هذه السنة يمكن أن نعطيها عنوان بكالورية التمييز والجودة لأنه على المستوى النوعي تم تحقيق نتائج جيدة بحيث أنه أكثر من 50% من المترشحين الناجحين بهذه الجهة حصلوا على ميزة و1066 منهم حصلوا على ميزة حسن جدا إذن هذا أمر مهم جدا وسيمكنه مترشحي وتلاميذ الجهة من الحصول على مقاعد بالمعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود سجلنا أيضا ارتفاع في نسبة الإينات بحيث أصبحت نسبة الناجحات هذه السنة 60% وهذا أمر إيجابي أيضا في إطار تكافؤ الفوراء في إطار الإنصاف وأيضا مؤشير التساوي بين الجنسين ثم سجلنا أعلى معدل وطني في التعليم العمومي بـ 19.35 من مديرية خريقا وهذا أيضا بـ 19.35 بمعنى أنه يعني العامل الجودة والتمييز حاضرة بقوة بالإضافة إلى تسجيل نسب نجح متميزة بالنسبة للمسالك الدولية للبقالورية المغربية الخيار الفرنسية التي وصلنا فيها نسبة 92% وأيضا بعد المسالك والرياضيات التي وصلت حتى المئة في المئة وبالتالي كما قلت هذه السنة هي نجاح على المستوى الكمي وعلى المستوى النوعي ولكن بكل تأكيد الجانب النوعي وجانب الجودة والتمييز كان حاضرا بقوة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه في العشين يوتيوب وبارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي